أنا هارم بروك، فرحانة وسعيدة أنني كنت تكرم في مدينة فاز، هذه المدينة العتيقة، هذه المدينة الجميلة، مدينة العلمية، مدينة العلم والعلماء والعلماء فرحانة أنني كنت تكرم في ستات من الوزن التغليل لكل وحدة نجمة في ميدانها، فرحانة وكنت من المرأة المغربية بصفة على أن تكون جنب الرجل جنباً لجنب، وهذا ما جرت به العادة وهذا كله كي رجعت للسياسة لصاحب جلالة نصره وييده المرأة المغربية حظورة وحنونة ومربية ومحبة ومبادرة وملهمة، كل ما يقال أن المرأة فهو قليل ويوم واحد قليل عليها الفارس لفارس عنده أسبوع والمرأة عنده نهار، علاقة متين وطيدة جداً معها ومع الجمهور ديالها ومع العروض المسرحية اللي كان ختموا فيها، أخر عرض كان عندنا في ميجراما كان دخلوا بحلي مع عائلتنا قلسين كسارين معهم وناشطين وضحكين معهم، ما كان لقوش شي صعوبة بالنوبي الجمهور، هذا ما كان عندي فيلم سينمائي، ما عندي فيلم سينمائي، غاديدوز في رمضان في القاعد سينما، ولا عندي هادلا، فيلم كوميك، يعني فيه الكومي يقول اليوم نضمن حزبية الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمدينة فاس، لقاء بمناسبة العيد العالمي للمرأة، وكانت مناسبة لعدي النقاش حول ما حققته المرأة المغربية بصفة عامة على مستوى الوطني، وما حققته المرأة الديمقراطية الاجتماعية بصفة خاصة، وطبيعة الحل يعني كان هناك نقاش، كان هناك تدخولات لبرزة كل ما تم مكتسبات بالنسبة للمرأة المغربية، فالكل يعلم على أنه منذ اعتلاء صاحب الجلال الملك محمد السليس لصره العرش كانت هناك يعني من أهم إصلاحات هو إصلاح الأسراء المغربية وتجلد ذلك في المدونة دي الأسرة اللي كان صادق عليها الشعب المغربي في سنة 2004، واليوم احنا بصدد كذلك مدونة جديدة تتعنى بالأسرة وبالمرأة بصفة خاصة، فأعتقد كأمين عامل حزم حركة الدمقات الشميع لأنه الدور دي المرأة اليوم في المجتمع المغربي أصبح يعني هاما وبارزا، والكل يعني متفق على أنه مكانة المرأة اليوم أصبحت لها يعني مكانة خاصة، ودفعة كذلك بالنسبة للتنمية دي البلادنا، فهذه مناسبة طبيعة الحال كانت نقصة فيها المكتسبة ولكن كذلك كانت مناسبة لنقاش حول ما يمكن إضافته بالنسبة للشكل التي تعيشها المرأة المغربية في الصفة الأسرة، كانت مناسبة كذلك جدينا بجميع النقاط التي كنا طرحناها أمام اللجنة مكلفة بإعادتنا ضرف المدونة دي الأسرة اللي شكلها صاحب الجلالة، نتمنى على أنها تتخذ عين الاعتبار ونتمنى على أنها يعني تكون كذلك دفعة نوعية بنسبة للمكانة المغربية في المجتمع دينا أيضا لقاء اللي كنا نعتبره إيجابي واللي يعني كان خالصا لأنه الحمد لله كان هناك المغرب في الخطى تابت نحو تقدم وأنه يعني إعطاء مكانة لائقة للمرأة وكان في الختام كذلك يعني مناسبة لتكريم بعض وجوه النسائية اللي كان عندها يعني واحد طور هم في هذه السنة في منسبة لحزب دينا ومنسبة للمجتمع من فنانين كما شفته مرموقين من إعلاميين ومن كذلك عاملات ويعني فاعلات في المجتمع المغربي فهذه مناسبة كان دائما كنستحضرها باش نقلنا يعني معفول مكانة والقيمة دينا المرأة المغربية اللي لكل يوم كي يتافق على أنها أصبحت يعني مقوين أساسي بالنسبة للمجتمع دينا السلام عليكم نبيلة محيوت موصيقة جهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية أول حاجة نشكر الناس ديال الإعلام لحضور ديالهم معنا للمتوازن في هذا الحفل اليوم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بحضور صيد الأمين العام سعب ثمد عرشان كي نضم حفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بتنصيق مع جهة فاس مغلاس في مدينة فاس لنهنئ جميعاً ونقيم دور المرأة في المجتمع مخوصاً بلجوك أنك 8 مرس 8 مرس هو اليوم العالمي للمرأة احنا ما نقولوش عيد المرأة لأن المرأة كل يوم هو عيدها احنا كنقولو أن المرأة المغربية بصفة خاصة مرأة اعطت واحد منتوج داخل المجتمع ديالها حمدوك أنك صدر نبيلو أحنا مرأة مغربية في عشرين كنتم تقلمي حواق ديالها الحمد لله اليوم بفضل صاحب الجلال الملك محمد السيد نصر الله كان قلوه المرأة توصلت واحد جزء كبير لحقوق ديالها ولكن ما زالت ناضل وما زالت باش نوصلوا الواحد للمستوى ما أعلى وأعلى شمو رسالت للمنصر في السجل الأخوة مغربية تضل على النضال والمتابرة في العمل أستاذ ليلى المرنيسي رئيسة جمعية كفاءة مواطنة للتنمية تشرفنا بهذه الدعوة الكريمة وهذا التكريم المقتدر من طرف منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية لتكرموا فيه وجوه نيستائية حصلنا الشرف أننا نكون وسطهم لهم قامات فنية وقامات ثقافية داخل الوطن الحبيب منهم الفنان المتقلقان زهر قراغي وكذلك الأستاذ القادرة مريم المغاري وبحضور الدكتور محمد جمال معتوق وتحت إشراف الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية من خلاله كان وجهه كل التقدير لجميع مكونات هذا الحزب اليوم هذه الاحتفالية مرت في أجواء أخوية وكان الهدف منها هو ترك دائما بصمة قوية للمرأة في إطار التنويه بالمكتسبات وكذلك محطة نيضالية من أجل مستقبل مشرف في انتظار ما ستسر عنه مدونة الأسرة التي جاءت بقرار من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رئيسة جمعية نقافة بمدينة فس صالح ربيعة بالنسبة لهم العالمين للمرأة ما شيء هي كهدية ورداء المرأة هي خصصة الاحترام والتقدير والتشجيع رجاء العلوي رئيسة منظمة الأقليمية للمرأة الجمعية الديمقراطية بفاس اليوم كان يوم احتفال باليوم العالمي للمرأة قررت المنظمة أن احتضنت هذا الاحتفال بتكريم نساء رائدات في الماء كله وكل من هنا في ميداني نتمنى أن كنا نحص نظن لهذه النساء نتمنى أن نكون هذا الحفل الذي ترأسه سيد جمال معتوق بندواء حول حقوق المرأة وحول الدفاع ضد العنف ضد المرأة وأنها تحاول تأخذ مكانها ديالها لليوم الحمد لله نحن المرامشة تبعيد وقد طلبوا على المناصفة في البرلمان ومناصفة في أي ميدان شكرا لكل مرأة وعيدها مبارك سعيد كنا الحضور الكريم الذي كان يتميز بوجوه كبيرة مثل الثنانة المتقلقة الزهر القراغي والسي جمال معصوق والجمعوية المتميزة ليلة المرنيسي والدكتورة الرباعي اللي حاصلة على وسام ملكي وصحة على شهادات كبرى شكرا لكل حضور الكريم شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك